عبر الأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون إثرى اجتماعاً مع رئيس جبهة البوليساريو في نيويورك عن قلقه الانتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان يجري الحديث عنها في الصحراء الغربية وعدى بانكيمون بأن تواصل المنظمة الدولية لعب دور فعال وعادل في البحث عن حل لنزاع بين بوليساريو التي تدعمها الجزائر والمغرب التي ضمت هذه المنطقة في عام 75 ويعتبادل كل من المغرب والجبهة الاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان